شونكم شاكو ماكو إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام مع بداية كل سنة نشوف تسريبات وأخبار غير مؤكدة عن الآيبادات الجديدة اللي رح تنزلها شركة أبل وصراحة ثلاثة أربع هذه الأخبار دائما تكون غير صحيحة ومجرد إشاعات لأنه اللي داشوفه التوقعات دائما تكون كبيرة وطموحات عالية بأنه أبل رح يسوي كذا وكذا وتالي هنشوف تغيير بسيط فقط على الجيل الجديد السالفة تشبه السالفة تموهاتنا لما نشلنا صغار ويروح للسوق ويقول أن أقعد وصير عاقل حتى لما أرجع أجيب لك فتشي وتالي هل تضيع ساعتين من عمرك قاعد عاقل ويطلع الفتشي وعليش بوبي من بين كل تسريبات وتوقعات الآيبادات الجديدة أكثر شيثار اهتمامي هو تسريبات وتوقعات الآيباد ميني 6 اللي متابعني من بداية القناة يعرف بأنه أنا أكثر جهاز آيباد استخدمت بحياتي هو الآيباد ميني فالآيباد ميني 6 إن شاء الله إذا ثبتت التسريبات وفعلا أعلنت عنا شركة أبل راح يكون أحد الأجهزة اللي راح أجيبها بالقناة وأسويلها مراجعة فاتأكدوا أنه نكونون مشتركين بالقناة ومفعلين الجرس حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة تسريبات الميني 6 متضاربة البعض منها أنا أشوفها مبالغ بي بعض التسريبات تقول أنه الآيباد ميني 6 راح يجيب شاشة أولد الله يخليك هو الآيباد Air 4 لبس 600 دولار وخلوه لشاشة أولد تريد الآيباد ميني 6 يخلوه لشاشة أولد أيضا بعض التسريبات تقول بأنه البصمة راح تكون مدمجة مع الشاشة وهذا الشيء أنا ما أتوقع لأنه تجربة بصمة الشاشة هذه أول تجربة راح تكون لشركة أبل فأتوقع أنه يخلوها بالآيفونات قبل ما يخلوها بالآيبادات وتسريبات أخرى تقول بأنه الآيباد ميني 6 راح يجيب كاميرات مشابهة لكاميرات الآيباد برو 2020 أيضا أكو شاعة تقول بأنه تقنية الشاشة راح تكون 120 هيرتز وبرغم أنه بعض هذه التسريبات جاي من أشخاص يعني عندهم تسريبات سابقة وتوقعات صحيحة إلا أنه أنا شخصيا ما أتوقع أنه لهالدرجة هذه راح يكون الآيباد ميني 6 مليء بالمواصفات ببساطة أنا أشوف الآيباد ميني 6 هو عبارة عن آيباد Air 4 ولكن بشاشة أصغر المعروف أنه حجم شاشة الآيباد ميني هو 7.9 إنج فإذا إجي بنفس التصميم الآيباد Air 4 أعتقد راح تكون الشاشة 8.3 أو 8.4 أكيد طبعا نفس الشاصي نفس المساحة لكن الشاشة راح تكون أكبر لأنه تصميم الحافات أقل توقعاتي أنه الشاشة راح تكون LCD بتقنية 60 هيرتز حال حال الآيباد Air 4 وأعتقد السبب حتى يحافظون على تسعيرة الآيباد ميني اللي هي تبدي ب399 دولار بالنسبة للبصمة فأتوقع أنه تكون مشابهة لبصمة الأصبع اللي موجودة بالآيباد Air 4 بصمة مدمجة مع زر التشغيل إذا شركة أبل ضافت تقنية الفيس آي دي فأتوقع أنه السعر راح يكون أغلى فخلونا على بصمة الأصبع العادية أحسن يبقى أهم نقطة واللي لحد الآن التسريبات بيها كلش قليلة ومبهمة وغامضة ألا وهي المعالج إذا أبل قررت تخلي البايونيك A14 بالآيباد ميني 6 وبقت السعر نفسه فمعناها الآيباد ميني 6 راح يكون أفضل آيباد بتاريخ شركة أبل من ناحية القيمة مقابل المال لكن أنا أتوقع أنه أبل راح تخلي البايونيك A13 اللي موجود بالآيفون 11 برو ماكس أو ممكن تخلي الـ A12X اللي موجود بالآيباد برو 2018 والمعالجين الثيناتهم صراحة أداءهم أداء فلاكشف أيضا أحدث التسريبات تقول بأنه شركة أبل راح تنتج اثنين آيباد ميني واحد آيباد ميني 6 عادي والثاني آيباد ميني 6 برو نسخة لبرو حسب التسريبات يقولون بأنه راح تجيب أقوى معالج الـ A14 وبشاشة 120 هرتز وغيرها من المواصفات اللي موجودة بالبرو 2020 وإذا صحت هذه التسريبات فبس الله ليستر من سعر الآيباد ميني 6 برو لكن بالنهاية التوقعات شي والواقع شي ثاني عند شركة أبل إحنا صار لنا ساعة نتمنى ونتوقع وتالي هي ممكن كل اللي راح نحصله هو علش بوبي لأنه بكل بساطة توقع أنه شركة أبل ما راح تغير من تصميم الـ آيباد ميني 6 تبقيه بشاشة 7.9 وكل اللي راح تسوي هو لو تغير المعالج تخلي بايونيك A14 أو تخلي A13 وخلاص وهذا الشي صار فعلا بالآيباد ميني 5 كانت توقعات كبيرة وتالي هي إجاب نفس التصميم مجرد تخله معالج الـ A12 بالنسبة لموعد الإعلان عن الآيباد ميني 6 فأغلب التسريبات تقول أنه هذا الحجي راح يكون في الربع الثاني من هذه السنة وإحنا بدينا بالربع الثاني ولحد الشهر السادس فخلال هذه الفترة أعتقد شركة أبل راح تعلن عن على أقل آيبادات جديدة قد يكون مو الآيباد ميني 6 لكن أعتقد أكثر شي راح يصير يعني أنه يعلمون عن آيباد سواء كان آيباد ميني 6 أو آيباد برو جديد بس الآيباد ميني يعني محتاج لتحديث خصوصا وهي التقنيات الجديدة ما ترهم يصير المسافة نفس مسافة الآيباد ميني 4 والآيباد ميني 5 أعتقد ظل أربع سنين يلا نزله الآيباد ميني 5 فأتوقع أنه الآيباد ميني 6 هو موجود في جدول شركة أبل وهو إلى أهمية كبيرة ورح يسوي فتنقلة إذا إجاب تصميم جديد وبتقنيات جديدة ويمكن شركة أبل تعلن عن الآيباد ميني 6 فجأة مثل ما صار مع بعض المنتجات فجأة تلقاها بالموقع الإلكتروني الخاص بشركة أبل مثل الآيفون SE 2020 فيعني التوقعات كثيرة وتسريبات كثيرة حبيت ألخصتكم إياها وبنفس الوقت حبيت أخلي توقعاتي قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة كل التسريبات واردة وكل التسريبات ممكن تكون خطأ ومثل ما قلنا جوز آخر شي نحصله هو علج بوبي بالنهاية أتمنى أن تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو إذا عجبكم حطونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعوني على الحسابات اللي رح تطلع لكم بالشاشة ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة